استقبل فخامة الرئيس فولودمير زيلنسكي رئيس أوكرانيا في كييف اليوم سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمناسبة زيارته الرسمية إلى أوكرانيا وقد نقل وزير الخارجية تحياتي وتقدير جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد الرئيسي مجلس الوزراء إلى فخامة الرئيس فولودمير زيلنسكي وتمنياتهم الفخامته بمنفور الصحة والعافية ولأوكرانيا وشعبها الصديق بالأمن والسلم والاستقرار وأكد الدكتور عبداللطيف الزياني لفخامة الرئيس الأوكراني على موقف مملكة البحرين الداعي إلى وقف الحرب في أوكرانيا وقال إن جلالة الملك المعظم أكد في العديد من المناسبات على ضرورة إنهاء الحرب والتواصل إلى حل الصراع بالوسائل السلمية عبر المفاوضات والطرق الدبلوماسية بما يؤدي إلى حفظ الأمن والسلم في أوروبا والعالم معبرا عن تمنيات مملكة البحرين لأوكرانيا شعبها بالسلم والاستقراري والنماء من جانبه كلف فخامة الرئيس الأوكراني سعادة وزير الخارجية بنقل خالص تحياته وتقديره إلى جلالة الملك المعظم وتمنياته لمملكة البحرين وأشعبها بدوام النماء والازدهارة معربا فخامته عن تقديره لموقف جلالة الملك المعظم الداعي إلى وقف الحرب في أوكرانيا وما قدمته المملكة من دعم إنساني للشعب الأوكراني مؤكدا حرص بلاده واهتمامها بتوسيع أفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية التي مشانها خدمة المصالح المشتركة